أسلوب آخر من أساليب الهاكينج اللي هي التنصط على الكوكيز يعني واحد من يفتح انترنت التنصط على هذا الترافيك هذا يستخدم كذلك مع السوشال ميديا التويتر الفيسبوك باستخدام برنامج مشهور من الباكتراك يسمى الحميستر وبرنامج آخر يسمى اليتر كب هنجي نشوفه كذلك اليتر كب يستخدم بالمان ان ده مدل تمام هنستخدم الفياموار والباكتراك مثل ما تشوف نفسه اللي استخدمناه قبل شوية نروح كذلك نعلي مثلا الرام تسوي توكيك والبروزيس هذا اعتقد كافي تتأكد من الانترفيس كذلك يكون بريج حتى يقدر يتصل ونشغل الباكتراك مثل ما تلاحظ اشتغل الباكتراك ويسوي لودينج هذا مثل ما قلت لك هنشتغل اتركب معه وهنشتغل الهامستر مهم يستخدم كذلك بالباكتراك وهنشتغل الباكتراك يعني شون تسوي اختراق لموقع او تسوي تست لهذا الموقع شغال او البروزيس جيد او لا تمام الباكتراك اشتغل عندي هنزل كلمة start x حتى اروح اوان اروح على Graphic User Interface لا تنسى هذا الموضوع نزل او هنزل start x تمام حيوديني على Graphic User Interface start x طبعا اتكد انه اكو IP Address هل اخذ IP Address او انت تقدر تخلي الى IP Address مرة اخرى ممكن ياخذ من DHCP باستخدام امر DH Client الآن هروح على Terminal منا نروح على Terminal واكتب الامر ifconfig حتى اشوف شنو الانترفيس او شنو الIP اللي ما اخذ على Ethernet داتلاحظة هنا ifconfig check your IP Address انا ما اخذ IP Address مثل ما داتلاحظ ونقدر بعدها نروح نشوف موضوع موضوع الانترنت نقدر نسوي ping على اين موقع مدام رجعنا 64 بيت مثل ما داتشوف فاني سوت على google.com وشغال يعني عندي connection من الانترنت وما اخذ IP طبعا اكو كثير ويايا بالشبكة المفروض ما اخذين IP هاخذ الIP وحبدي اسوي هذا النوع من الاتاك تمام هروح على برنامج مهم جدا يسمى Ether Cup اللي هو حقيقة ال All Virgin للWireshark يعني نفس الWireshark بس باسلوب اقوى واوسع لاحظوا هذا البرنامج تقدر تشوفه هنا هذا Path Multiple Backtrack كذلك موجود بالكالي هاشوفك كيف نستخدم بالكالي بالMan in the Middle Ether Cup Graphic User Interface هذا البرنامج حيأهل لي او يسوي لي موضوع Ether Cup مثل ما تلاحظ اول ما يشتغل لازم يستخدم بالMan in the Middle مثل ما قلت اول ما تشغله لازم تحدد الانترفيس هروح على الاسنف واحدد الانترفيس اللي هستخدمه بموضوع الاسنفر طبعا استخدمت شنو او هسلك شنو Ethernet Zero اللي يعني ما اخذ الIP عليها مالي الانترنت تمام هاسلكه ممكن وائرلس كذلك يستخدم فعني اقول طبعا هاي الأوبشينات الفوق ما تشتغل اذا ما تختار الانترفيس لاحظوا مجرد اختيار الانترفيس اشتغلت كل الاوامر اوجدت كل الاوبشينات اول اوبشينات اول اوبشينات نسوي سكان او سيرج نسوي على الكمبيوترات لاحظوا هنا نروح ونختار النيتورك هنسوي سكان الامر الاول يسوي لك موضوع السكان النيتورك هتشوف كم كومبيوتر لاحظوا هاي الكمبيوترات اللي موجودة يعني داشتغل على شبكة بيها كومبيوترات اوكي فتشوف هاي كل الكمبيوترات امامك اقدر طبعا بالمان سيبين الموضوع اكثر بالكلاس الاخر لاحظ هاختار شنو اسوي جروب ببيناتهم اوكي اول شي اختار الARP انه اريد شنو اريد اسوي كابترينج بين ذول الكمبيوترات طبعا هتقول لي يا كومبيوترات بين منو لمنو اقول لك بين الكل للكل يعني انا حراقب الكل لترافك مانتهم للكل لبيناتهم لاحظوا يا من اختار هذا واقول له اوكي لاحظوا يا ايه هنا انا صار عندي اني جروب اللي جوه هنا انا اني جروب لأني جروب اوكي وهذا انه انت صاير man in the middle لجروب تجروب اوكي يعني انت تتراقب كل اشي ده يصير بالشبكة طبعا هقول له اسنف وابدي اسوي لستارت اسنف لاحظ ستارت اسنف هذا الاوبشن لحي بدي اسوي ستارتنج لاحظ من نشتغل الان انا اموري اوكي هنزل لهذا تحت واروح على الهامستر 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 سوفتوار كيف يعمل اندي امور اسمه cd pin test لان هو من ادوات penetration test هروح اكتب cd وقل pin test pin test test واشوف ال type طبعا اضغط على type بالكيبورد حيث اطلع لي ال option هنانا شنو ال option الي اريده اريد الهامستر مثل ما اشوف هنانا هذا ال option فخلي slash واكتب الهامستر enter ووراها اشغله اشغله بمجرد اكتب صفر dash او dot dash حيشتغل الهامستر لاحظوا يا ايه هنانا حيشتغل الهامستر وراها بمجرد وراها تريد الشغله مثل ما كاتب لك عني zero او dot slash hamster لحيشتغل هذا البرنامج ويصير اكتب نحتاج خطوة واحدة اخرى بمجرد بدا يشتغل الان وبدأ يتنصت على الكوكيز او يتنصت على الترافك اللي موجود من اي كومبيوتر حقيقة وده يقول لك اللوبباك والبورت نمبر اللي يشتغل علي هذا اوكي طبعا ده يقول لك لازم تخلي هذا اللوبباك بالانترنت براوزنج وكذلك البورت نمبر اللي خلالك اهنان اللي هو فانا اروح على البروزنج اروح على الستنج للانترنت اروح على البروكسي طبعا مننا وانا اروح على الستنج المنual 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 واتخلي اللوبباك اللي هو الدافولت 127.0.0.1 والبورت نمبر اللي يقول لك الهمستر هنا هذا الهمستر قل لك الIP هذا هو اللوبباك والبورت نمبر مثل ما تتلاح هذا حيخلي الكمبيوتر هو المعبر لكل الكمبيوترات وحيكون الكمبيوتر مالتك هو شنو هو اللي راقب اغلب الكوكيز اللي يمر بين الكمبيوترات للانترنت يعني حتقدر تسوي كابشنينج لكثير مواضيع لاحظوا وانا ما خليت هنا اروح اكتب موضوع او اكتب الهمستر اللي هو لكثير مواضي تكون وانا ما مرحبا اكتب هنا الهمستر او اسمه واكل لانتر وانتر 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 لاحظ لحد الان ما في اي تارجت اروح الانترفيس لاحظ ما في اي تارجت لحد الان الان اروح اسوي refresh و احدد الانترفيس العفو بالبداي احدد الانترفيس اللي خليه قبل شوية و اقول اسكان طبعا الرفرش حيلقي لي target فقط انتظر شوية اقدر اسوي الرفرش لاحظ بداي يلقي لي بعض ال target عندي 2 target الان اسوي رفرش حيشوف لي بعض ال target طبعا ال traffic بدأ يمشي الان وصار عندي target اقدر اشوف الكوكيز ما للضحية او ال victim من الطرف الاخر بالبراوزنج او الجزء الاخر من البروزنج دائما يكون الكوكيز بهذا الطرف لاحظ بيان عندي هذا هذا هو victim ip with cookies هذا اقدر اشوف بمواضي التصفح او ليش دايس يسوي اليوزر حقيقا الان طبعا اليوزر ظاهر امامك ال ip malta 19268.1.128 ننتقل الاسلوب الاخر بالهجمات او ال attack اللي هو ال overflow ال overflow باستخدام backtrack طمام حنستخدم backtrack مثل ما دا شوف خليت بي 2g وخليت ال interface هو bridge طبعا ال bridge يكون احسن مستقل وحبدي اشغل ال backtrack بال vmware ممكن تستخدم ال ASXI نفس اللاف اللي سونا كذلك ما في اشكال اشتغل عندي ال backtrack ومثل ما تعرف او تتذكر كان ادنى كلمة اسمها start x هي تشغلك ال graphic user interface اللي تشوف امامك ننتظر يسوي booting لاحظ هنا لازم تكتب start x لا تنسى كلمة ال start x حتى تدخلنا على graphic user interface حيسوي loading backtrack 5 هذا ال backtrack 5 الان صار جاهز وحاضر الان نروح على ال gns3 حتى نسوي ال switch اللي هيكون على الهجوم اللي هيصير على ال overflow اختار روتر 3725 هذا الروتر لاحظ بي نخلي له 16 بورت اعتقد بال ccna كذلك عندك فكرة عليها تخلي له 16 بورت انترفيس حتى شنو حتى switch motor 16 بورت حتى يصير شنو يصير switch وراها اقول اوكي وكذلك اوكي هذا المسيج انه يقول لك اشترك طبعا هذا الموديل القديم لل gns3 الحديث ما يطلع لك اشترك اخذ ال cloud هاي ال cloud حتفيدني او تساعدني انه اسوي connection مع ال backtrack مع ال vmware تمام اروح اشوف على يا انترفيس ده يشتغل على نفس ال loop back انترفيس بهذا ال loop back انترفيس ها اخلي ال cloud هي تعتبر ال loop back او تسوي connected مع ال loop back انتبه كذلك ال vmware هسه قبل شوية ال bridge هو connection مع ال loop back هو حقيقة connection كذلك مع ال loop back اقول له اوكي اسوي connection ببياناتهم هنا طبعا اختار الانترفيس مو F0.0 ولا 0.1 لان اثنيناتهم ذني router فاختار F1.1 1.2 لانه هاي تعتبر اربطها مع ال loop back واروح اشغل ال console للراوتر هذا الراوتر امامك يسوي boot شغلته مثل ما قلت انه هذا يعتبر ال switch لانه احنا ده نشتغل ال switch او model 16 port فادخل على ال configuration مالتا وغير غيرت الاسم مثلا هسوي VLAN 1 او VLAN 1 هي موجودة اصلا دخلت علي و سوات لها SVI اضع IP address 192.168.100.1 255.255.255.255.0 وطبعا VLAN 1 كل الانترفيسات بها مثل ما تعرف هي ال default يعني اذا اشتغل SVI switch virtual interface من اروح اطب على ال VLAN اقول انترفيس VLAN 1 يعني اذا سوي SVI تمام وراح اقول شتد اذا كل الانترفيسات المربوطة الان تعتبر تحت 100.something او 100.1 اروح على ال loopback انترفيس واتاكد هو من ضمن range المية خلا شوفه هل هو ضمن range 100.something لاحظوا ايه هنا فقط 100. 100. whatever تقدر تخلي اي رقوم بس المهم نفس ال Network اللي موجودة او اللي دا تعمل عليها انت تمام الان الان ال backtrack الان ال backtrack لازم اتاكد هو نفس ال Network 19268.100.something كذلك اقول لifconfig هنا اشوفه ما اخذ IP ولا لا لاحظ هنا ما اخذ IP لحد الان فاني هخلي الى IP على الانترفيس eth0 ethernet 0 هنا فاقدر اخلي الifconfig eth0 واقول الى IP address انتبه اذا عندك DHCP server تكتب امر مهم بال backtrack اسمه DHCLINE الان خليت الى IP خلي اعيد مرة اخرى ifconfig لاحظ اخذ الى IP هنا بدون اي مشاكل احاول اعمل ping اشوف اكو connection بين backtrack وال switch ping لأكيد 100.1 واراة الى IP الى IP لاحظ يرجع لي reply بدون مشاكل يعني باعتبار الهكر الان هو connect مع الناتوارك وهو سيحاول يسوي شنو يحاول يسوي الاتاك تمام الان الى pin اكتب الى pin اعمور مهم جدا اقول له ping بعد الping اشوفك الامر ping لي المية دوت ثلاثة اللي هي الباك تراك دي ارجعلي خلنشوف امر مهم جدا هنا اسمه show macadress table count هاي show macadress table count وشوفك شنو الماك ادرس هات طبعا عندي 2 ماك ادرس واحد خاص بسيلف الفيلان واللاك لاحظ موجود الباك تراك ماك ادرس على الواحد سلاش واحد اللي هو الباك تراك هذا هو ifconfig لاحظ الماك ادرس نفسه اذا الباك تراك هذا هو الماك ادرس مع الباك تراك الباك تراك الان عنده كونكشن مع السويتش دايركلي بدون اي مشاكل تمام الآن خلنشوف كم ماك ادرس هنا هاي show macadress table count لاحظ من الساوة ping يرجع show macadress table لاحظ من الساوة ping على destination اكيد يسجل بالتابل اللي هو هذا الماك ادرس مع الباك تراك اكو امر اخر هو show macadress count يشوفك اش قد لاحظ ماك ادرس يشوفك اش قد total نقدر نقول يشيل هذا السويتش لاحظ show macadress table count يشوفك الماكسيمم او الكاباسيتي اللي هو 8192 يقدر يشيل السويتش ماك ادرس الان هو عنده فقط اثنين مثل ما تشوف اذا شفنا هذا الاثنين يعادل الرقم الجوه يعني صار اوورفلو يعني قبط يعني التابل قبطت ومثل ما تعرف اذا التابل قبطت السويتش ما هيشتغل بشكل صحيح لاني يصير اوورفلو فما هيقدر يسوي اي سويتش جديد فيعتبر ويصير السويتش حالة حال الهب حقيقة تمام هروح على الباك تراك هنا انا واسوي الاوورفلو اتاك من خلال امر الماك اوف الماك اوف طبعا امر هذا كذلك سنشوفها بالكالي لاحظ يسوي جنريش عالي جدا للمك ادرس مثل ما تلاحظ هنا يغرق بالتابل اللي موجودة بالسويتش الماك تابل اللي موجودة بالسويتش سنسوي هذا الموضوع لاحظ الان شو ماك ادرس كاونت لاحظ صار سويتش اوفرفلو راح يعني السويتش انتهى الآن كان قبل اثنين ماك ادرس لاحظ هنا يقول ان الماك ادرس صار فول والتيبل تحوي هذا الماك ادرس طبعا من كل ماك ادرس تيب ولاحظوا الانترفيس واحد يحوي كل هاي الماك ادرسات وهذا غير طبيعيا حقيقا هو الانترفيس الواحد ممكن يشيل اكثر من من ماك ادرس بس مو بهاي الطريقة يعني مو انترفيس واحد يسوي لي اوفرفلو اوكي لاحظ هنا انا دايصير عندي اوفرفلو وديصير عندي هجوم على الروتر او تاك على الروتر الاسويتش ومثل مادى يشوف الاسويتش مك تايبل صار بها اغراق مثل مادى يشوف الان السويتش لاحي يشتغل كاانما حب مايقدر يسوي اي اسويتش الان الاسويتش المك تايبل ما التفول حييرجع كاانما حب لان الاسويتش تايبل هي مشغولة هي مدى تعمل بعضها هو فكرة هذا الموضوع انشاء الله هنسوي نفس الموضوع بالكالي بالبورت سيكوريتي لأنه العلاج لهذا الموضوع هو البورت سيكوريتي نكمل على الاسلوب الأخير اللي هو المان ان ذا ميدل اتاك هذا مهم جدا وكثير يتواجد بالنيتورك أريد أبين بي كم نقطة قبل ما نبدأ لبراكتس لبراكتس هنستخدم بي الكالي وحنستخدم بي آليات المان ان ذا ميدل فكرة المان ان ذا ميدل داما نفكر انه كومبيوتر وكمبيوتر آخر لينك بيناتهم واني هكون شنو من ان ذا ميدل او اشوف الكابترين طبعا علاج من ان ذا ميدل هو ال vpn يعني شفر المان ان ذا ميدل ما يقدر يسوي شيء تمام فكرة الاول هي انه تصنط بين 2 كومبيوتر هذا المفهوم الاول مفهوم آخر مهم جدا هو انه تكون انت مان ان ذا ميدل لمجموعة لمجموعة تريد تروح على روتر مثلا هذا روتر وذي يروح للانترنت فانت تكون مان ان ذا ميدل مان ان ذا ميدل بين هاي المجموعة لترفيك مالتها كل اللي يطلعها الروتر مثلا هذا اسلوب آخر يعني تقول many to one يعني مو فقط one to one الاسلوب الاخر بالمان ان ذا ميدل وانا اعتقد انه مهم جدا واشوفان يعني دائما يستخدم انه عندك مجموعة هنا group واندك group آخر هنا مثلا مغرب آخر وكل هم يروحون بالانترنت يطلعون على الانترنت دعني نقول هذا الانترنت وهذا الروتر هاي المجموعة مربوطة بالروتر وهذا المجموعة مثلا اخرى مربوطة كذلك بالروتر فانت تكون من ان ذا ميدل هنا تراقب هذا ملك ومن ان ذا ميدل من مجموعة مثلا خلينا نقول هاي اي وهي B إذن أنت man in the middle BA للروتر والB للروتر كذلك والأقوى أنا شوفه كذلك إنه تكون كذلك man in the middle داخل المجموعة هنا داخل المجموعة هنا يعني أنت كذلك هنا تتراقب بهذه اللينكات أو تتسوي تصنط لهذه اللينكات كذلك هذا كذلك يسمى man in the middle يعني أي middle موجود عندك أو أي نقاط موجود عندك انت man in the middle هذا يسمى capturing any to any any to any هنجي نشوفه وهو مهم جدا لذلك أنا فقط رد أتطيق الفكرة man in the middle مو فقط بين كومبيوترات اثنين فقط وإنما بين any to any ممكن يكون هذا الموضوع هنجي نشوف كيف هيكون هذا ببرنامج الكالي عندي هنا VMware هشغل الكالي هنان الكالي تقدر تسوي bridge حتى نشارك network الconnexion الانترنت وأقول لها power on هيشتغل الكالي حتى النتوورك اللي داشتغل بها صغيرة جدا بها اللابتوب multi وهو الكالي نفسه وبها الراوتر يعني فحسوي اسكان ببرنامج مهم جدا يستخدم man in the middle يسمى ether cup اعتقد اخذت فكرة عنا سريعه بالاسلوب الاتاك اللي استخدمنا بالحمستر قبل حالي تمام الحلو بالكالي هنا يشغل الكالي حتى ما تحتاج start x بالback track تحتاج كلمة start x لاحظ هنا هيدخلنا دايراك على disk token لاحظوا يدخلنا هنا كل ادوات الاتاك او الهاكينج بالكالي تقدر تلقاها هنا مكتوب عليها Kali Linux لاحظ هنا كلها ادوات الاتاك احنا هنروح على ادوات الاسنفينج لانه المان in the middle يعتبر احد ادوات الاسنفينج network sniffer sniffer معناتها تشم شم يعني شون تشم انت اللينك وتشوف شنو موضوع network sniffers وحنروح على الether cup المهم او البرنامج اللي يريد نشوفه network spoofing اعتقد هو بالspoofing مرات يكون او هي اعتبق network spoofing spoofing معناتها الانتحال انتحال الشخصية لاحظ ether cup graphic او graphical حسنا تروح عليها حيشتغل هنا عندك الether cup طبعا تعودنا قبل ما نشغل اي برنامج نروح نشوف هل ادنى ip او لا ifconfig لاحظوا اياه ما اخذ ip19168.0.103 خلا شوف عندي ping www.google.com هل الانترنت موجود عندي او لا دا سوي ping على google يعني عندي انترنت وموجود بالشبك ارجع للبرنامج من جبنا البرنامج كالي linux و رحنا على sniffing و رحنا على network spoofing شفنا هنا ether cup ثم ثم ether cup ما يشتغل اذا ما تحدد الانترفيس فاني هقول له sniff و حدد هنا unified sniff حتى حدد الانترفيس ممكن تحدد اي انترفيس عنده كان عندي ether net zero لاحظ سيبدأ وتطلع الى option هنا كيف اسوي scan كيف اعرف كم كومبيوتر موجود عندي حتى تكون من المجموعة الكمبيوتر اقول له host و اقول له scan اسكام انتر لاحظ انتر شاء و نتيجة الاسكان ارجع الهوست واقول له host list عن الهوست قال لي 0.1 0.1 هذا الروتر و 0.1 0.10 2 102 واثنين هو i بالكمبيوتر اللي داشتغل عليها مو الكالي وانما الكمبيوتر اللي داشتغل عليها تمام الان اقدر احدد احنانه اقول هذا تارجت اي وهذا تارجت بي او تارجت تو ون يعني هذا انا اكون بي man in the middle between one احدد اقول هذا one واضغط علي بين الروتر والكمبيوتر واقول لك ذلك انت او يكون الكمبيوتر واني اصير بنصحه تمام هذا اللي دا اقول لك one to one او man in the middle between one to one يعني لا حسوي الموضوع غير شي اروح على الارجت هنا اقدر اشوف كارين تارجت هنا دا يقول لي target one target two ما عندي لاني ما حددت حقيقتا من ما تحدد هو حياخذ اني تواني الان خلي الغي هذا من هاي الاحمر واروح على موضوع مهم اللي هو man in the middle اروح اقول ARP Poisoning وشغل خاصية SNF remote connection طبعا الARP Poisoning هو تكتيك خاص بالاتاك مشهور كذلك بس حاليا احنا فقط نستخدم لاحظ فقط قلت الARP group A صار عني و group B او group 2 صار عني كذلك و هذا الشيء مهم جدا قلت لك انه مهم انه تسوي مثل ما اني اني حتى تاخذ معلومات كثيرة تريد ممكن مهم جدا هذا الهوست list اقول لها اوان اكليك على الروتر اقول لهذا ترى Target 1 لاحظ سواليا هذا Add as a Target 1 وهذا Target 2 لاحظ سواليا هذا Target 2 يعني انسى ما من the middle between 2 point بس انا حقيقة ما اريد هذا الموضوع اقدر الغي مثلا من اقول ل Target Current Target لاحظ يشوف لهذا Target 1 وهذا Target 2 وانا اقول له Delete لانا اريد Any 20 طبعا وانا سوالت Target 0 سوف يفهم انه هذا الموضوع Any 20 مرة اخرى على ARP Spoofing اقول له اوكي واروح اقول له Start Sniffering فقط اقول له Start Sniffering الآن الجهاز بدأ يسوي Starting Unify Sniffer وهنانش حيصير الكمبيوتر اللي اريد اشتغل عليه للروتر حيشنو حيسوي لكابتشر وانا اشوف الناتج الether cup لا يطيني اي ناتج تروح على ال WireShark ترجع على Kali Linux وتروح كذلك على Network Sniffer وتدور على WireShark هذا WireShark وتشغل ال WireShark تختار ال Interface تختار ال Interface تختار ال Ethernet 0 كذلك و تقول Start 1 192.168.0.1 1 1 192.168.0.1 زيارة من نتسوي group to group حتى تلاحظ مواضيع كثيرة هنا مهمة وتقدر تكاوبتر وتصير man in the middle فكرة man in the middle ببرنامج ethercup مع wireshark أتمنى كذلك تأخذ فكرة عليها وتطلع عليها حتى تعرف كيف نقدر نوقفها طبعا المعالج لهذا الموضوع هو VPN Encryption من تشفر لترافك مالتك في اعتيادي لا يستطيع ان يشوف الهكر أو لا يستطيع ان يشوف الهكر لأنه كل الهكر يحكي أو يضطي معلومات هنا فإذا قدت ترسل ايميل بدون تشفير فالإيميل سيبين هنا وينشاف وحي يقدر الهكر يشوف الإيميل أو يشوف المعلومات داخل الإيميل بس إذا انت دا تشتغل تشفير ما حيقدر يوصل لهذا الموضوع هذه فكرة chapter 2 النقاط الثلاثة اللي أمامك وكذلك فكرة الأتاك أو الأربع أنواع الأتاك اللي ركزنا عليها DDoS والsocial engineering attack مثل الهمستر اللي استخدمنا وكذلك الoverflow attack والman in the middle أتمنى الـ Chapter 2 أصبح واضح لكم ونشوفكم إن شاء الله بالـ Chapter 3 شكرا جزيلا والسلام عليكم شكرا تشمي شكرا 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 لكم شكرا 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 في الملاحظة شكرا شكرا شكرا